موسيقى اهلا بكم فشل شركاء العملية السياسية في عقد الجلسة الخاصة للبرلمان للتصويت على حكومة محمد علاوي فاضطروا الى تحديد موعد جديد لهذه الجلسة وتؤكد مصادر مطلعة في بغداد ان حوارات علاوي مع شركائه السياسيين وصلت الى طريق مسدود وان المعسكر المعارض له بدأ يتسع بل ان الامور بدأت تنفلت من بين يديه والكتل الداعم له الامر الذي دفعه لطلب تأجيل جلسة منح الثقة لحكومته الى وقت اخر ويواجه محمد علاوي وحكومته المرتقبة رفضا شعبيا كبيرا وايضا رفضا من قبل التظاهرات المستمرة منذ خمسة شهور والتي تطالب برحيل العملية السياسية وجميع قواها من الاحزاب الفاسدة والميليشيات الطائفية حكومة علاوي وبرنامجها القادم وحضوضها في النجاح هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار وسنطرح فيها الاسئلة التالية كيف سيتمكن محمد علاوي من ترجمة برنامج حكومته الهائل والخرافي الى واقع عملي ملموس وعمر حكومته سنة واحدة فقط وكيف سيمضي علاوي في الاصلاح الاقتصادي ومسار التنمية المستدامة في ظل العجز الكبير في الموازنة المالية العامة وانخفاض اسعار النفط ثم ألا يدل فشل البرلمان في عقد جلسته الاستثنائية لمنح الثقة لحكومة علاوي على أن المحاصصة السياسية ما زالت فاعلة ومعمولا بها وهل فعلا ستكون حكومة علاوي هي الطاوية لحقبة المحاصصة الطائفية والعرقية المعتمدة في العراق أو في التشكيلات الحكومية منذ العام 2003 وحتى اليوم وكيف ستواجه حكومة علاوي الرفض الشعب الهائل لها وإصرار المتظاهرين على رحيل كل أحزاب السلطة الفاسدة ضيوف الطاولة رافع الفلاحي عبد الحميد العاني قحطان الخفاجي لا بد من توليفة جديدة تعيد ترتيب لعبة المحاصصة وتغير أساليب الاستبداد السياسي حتى يتخيل المكلف برئاسة الوزراء محمد علاوي أنه جاء بشيء جديد وذلك كمن يستبدل مثلا قانون الطوارئ بقانون مكافحة الإرهاب لا شك أن النتيجة واحدة لكن ظروف العراق الحالية تستوجب تغييرا شكليا لا يمس بلب العملية السياسية ويبدو أن علاوي اتجه إلى هذه الخدعة لكنها لم ترق لكثير من الكتل التي ترفض حتى التغيير الشكلي وتتمسك بالأسلوب القديم للهيمنة على القرار السياسي لذلك أجل موعد تمرير الحكومة في البرلمان لعدم اكتمال النصاب كما هو معلن إلا أن المتابع للشأن السياسي يرصد خلافات حزبية وراء هذا التأجيل إصرار مقتدى الصدر على تمرير هذه الحكومة ينبئ أنه أخذ حصة الأسد منها على حساب شركائه الذين يحاولون عرقلة تمريرها إلى أن يتفقوا على صيغة معينة ترضي الجميع ورغم المصادر التي تؤكد أن حكومة علاوي لا تختلف عن سابقاتها من ناحية المحاصصة شكلا ومضمونا إلا أن علاوي يعد بحكومة تكنقراط ولو افترض صحة ذلك يطرح السؤال الأهم كيف ستسير حكومة تكنقراط في طريق وطني طالما أن طريق الحكم وطريقته قد خطط لها منذ عام 2003 ثم إن قالب العملية السياسية لا يمكن أن يحوي إلا حكومة تكون مناسبة له هذه الحقيقة وعاها العراقيون بعد تجارب طويلة لذلك أعلن المتظاهرون رفضهم لحكومة علاوي ليس بسبب علة فساد الرجل فحسب وإنما لأنهم يرفضون أي حكومة تمارس دورها وسط الجو السياسي السائد ثورة تشرين لا تستهدف الأسماء والشخصيات وإنما هي حراك من أجل تغيير جذري من القاعدة حتى رأس الهرم وتفكيك الخيوط التي ترهن العراق للخارج وإزالة العقلية الطائفية التي تحكم العراق من هذا المنظور أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة التي ستبحث فيه برنامج حكومة محمد علاوي المرتقب الضيوف الطاولة الدكتور رافع الفلاحي الكاتب الباحث السياسي والدكتور عبد الحميد العاني الناطق الرسمي باسمهية علماء المسلمين في العراق والدكتور قحطان الخفاجي أستاذ العلوم السياسية سيكون طبعا معنا من بغداد عبر سكايب مرحبا بالضيوف الكرام جميعا نبدأ مع دكتور رافع دكتور برنامج كبير قدم بمفردات كبيرة وتعهدات كبيرة قدم الرئيس الوزراء المكلف محمد علاوي طبعا الجلسة الأولى لم تعقد البرلمان لمنح الثقة للحكومة هذا البرنامج الكبير والهائل إلى ما استند الرجل في صياغة مفرداته في ظل هذا الانهيار الكبير الانحطاط العام في العراق إلى ما استند ما هي الثقة التي استند إليها في صياغة برنامج حكومي لحكومة عمرها سنة نعم بسم الله الرحمن الرحيم ربما أستاذ ماجد يعني علينا أقول أنه هذا البرنامج يعني بحرف صغير طبعا عشر أوراق كبيرة مملوئة يعني هو يشبه بيعني فصل كتاب ربما السادس الابتدائي تربية الوطنية ليس أكثر نعم حقيقة لكن دعني أقول أنه أي برنامج حكومي في الدنيا كلها في كل وزارة في الدنيا عندما تشكل وزارة في أي بلد معين السؤال اللي يطرح نفسه على الوزارة على المكلف بتشكيل الوزارة هو ما هو المطلوب فعلية من هذه الوزارة أول سؤال يتبادر له ما هو المطلوب فعلية من هذه الوزارة وبعدين هل يستطيع تنفيذ ما هو المطلوب وكيف ينفذه وبأي إمكانيات ما هي الإمكانيات المادية المتاحة لتنفيذ هذا البرنامج هل الإمكانيات المالية الموجودة الاقتصادية متاحة لتنفيذ هذا البرنامج وتغطيته لأن كل برنامج يحتاج إلى تمويل وإلى غطاء مالي ما هي الإمكانات السياسية والاجتماعية والفنية المتوفرة لدعم هذا البرنامج لتنفيذه ما هو الزمن المطلوب لتنفيذ هذا البرنامج هل هو زمن قصير متوسط طويل يعني ما هي انعكاسات تنفيذ هذا البرنامج على الواقع وما هي يعني النقوص في التنفيذ ماذا سيعني تداعيات هذا هذه كل حسابات البيئة والمناق كلها يحسبها حسابات حتى في برنامج مثل العراق وفي العالم كله يحسب ما دام حكومة والحكومة تشكل ولها سياسات خارجية وسياسات داخلية تحسب حتى الحسابات الخارجية الإقليمية والدولية هل تتناسب هل توافق على هذا البرنامج أم لا توافق على هذا البرنامج وإذا لم توافق هل هناك إمكانية للتفاهم معها لتحييدها للوقوف ضدها إذا ما اضطرنا كل هذه السئلة تطرح على المكلف يعني يطرحها مع نفسه قبل أن يضع البرنامج أنا واثق أن هذه الأسئلة لم تقطر على ذهن محمد توفيق على الله وهو يضع هذا البرنامج لأنه المطلوب من عنده وهذا ما فهمناه أنه هي حكمه موقته الغاية منها أن تنجز انتخابات موقته تعهد بذلك تعهد بإنجاز الانتخابات الوقت المسموح فيها هي بين 9 شهر إلى سنة أقصى ما يمكن إذن هي مطلوب من عندها أن تعد العداد لانتخابات مبكرة تكون مفوضية لانتخابات جيدة بطلبات من الشعب المتظاهر صلى خمسة شهر ثائر على هذه القضية وبيئة وقانون للانتخابات جيد وبيئة سياسية واجتماعية وأمنية مناسبة وضامنة وحتى بيئة دولية ضامنة لعدم تزوير هذه الانتخابات هذا ليس أكثر من هذا هذه حكومة تمشية أعمال ليس أكثر هذه حكومة موقته لديها برنامج صغير جدا أما أن يضع برنامج مثل هذا الشكل هذه كارثة كبيرة الحقيقة لأنه عندما تتابع وتقرأ هذا البرنامج ستجد فصول كثيرة وبالتالي ربما 10% من تنفيذ هذا البرنامج يستغرق سنوات عديدة يحتاج إلى قطة تنموية قصيرة وطويلة الأمل سنتحدث دكتور عن المفردات المهمة إذا سمح الوقت في هذه الحلقة المفردات المهمة في هذا البرنامج دكتور عبد الحميد العاني يعني رجل كيف سيمضي ببرنامج حكومته الكبير في ظل هذا الانحطاط سياسيا اقتصاديا أمنيا فيما يتعلق بالبنى التحتية للبلد الرجل قدم برنامج كبير وتعاهدات أيضا كبيرة والفترة الزمنية لا تسمح بذلك يعني هذا الكلام لمن موجه للرأي العام في العراق خاطب من بهذا البرنامج بسم الله الرحمن الرحيم بالتأكيد هذا الخطاب أو هذا البرنامج الموجود بين أيدي الناس اليوم لا علاقة له بواقع ما سيكون أو ما يريد أن يحققه أو يقدم عليه وهناك بون شاسع بينه وبين واقع ما يريده الشعب العراقي لأنه الشعب العراقي يدرك اليوم أن هذه الموجود اليوم الذي كتب وقدم ومجرد حبر على ورق هو عبارة عن نسخة نسخ ولسق كما يعبر عنها عما وعد به من سبقه هي جزء من لعبة الخداع التي مارسها السابقين له هذا واحد لكن ونحن نقرأ مثل هذه المفردات وهذه العناوين أيضا نرجد فيها أن هناك معنى أن هؤلاء يدركون أو يعترفون بوجود واقع ما ساوي في العراق يدركون أن هذه الحكومات قد أوصلت العراق إلى هذا الفشل إلى هذا المستوى من الانحدار في كل المستويات فأنت حينما تقرأ هذه المشاريع أو هذه المفردات في هذا البرنامج وهذا المنهاج سترى أن هناك اعتراف صريح على أن الواقع في هذه المفاصل الدولة كلها قد وصلت إلى أشياء أو درجات جدا مأساوية وإذنك الرجل الدكتور يعتقد أنه ثمة فرصة لا زال السانحة لتدارك هذا الانحطاط وإيقافه على الأقل مجرد لو تقارن بين هذه المكتوب هنا على الأقل لو أحسننا النية به لو قارننا بين هذه المفردات وهذه العناوين المكتوبة وبينما الصلاحيات الموجودة لديه والأحزاب الحاكمة والوقت الممنوع كما ذكر قبل قليل الدكتور الرافع والإمكانات لن تجد أنه لا يستطيع أو لن يستطيع تحقيق شيء إن أراد الحقيقة هناك نوعين من المنهج أو البرنامج الوزاري برنامج يقدم للإعلام والمحاولة لخداع الشاب العراقي وبرنامج حقيقي ما هو البرنامج الحقيقي الذي سيعمل عليه وهو قد تعهد به أمام الأحزاب المسيطرة على هذه العملية السياسية البرنامج الذي يستطيع أو يريد تحقيقه والمطلوب منه هو الحفاظ على عربة العملية السياسية أن تبقى في المسار السكة الذي رسمت له خاصة من قبل أمريكا وإيران وبرعاية هؤلاء الأدوات الموجودة سنتحدث عن الهدف من حكومة علاوي هل هو لإخراج العراقي من هذا المأزق أم لإخراج شركاء العملية السياسية من هذا المأزق نتحول إلى بغداد لنشرك معنا الدكتور قحطان الخفاجي أستاذ العلوم السياسية مساء الخير دكتور قحطان مساء الخيرات والبركات حضرتك والقناة والغيوف المشاهدين الكراه أهلا دكتور دكتور هذا البرنامج الكبير الذي طرحه رئيس الحكومة المكلف والمتعثر في حيازة ثقة البرلمان أو ثقة شركاء بالعملية السياسية برنامج كبير وهائل بمفردات خرافية كيف سيتمكن الرجل من ترجمة هذه المفردات يعني كلها قسم منها حتى لو ربحها إلى واقع عمل ملموس يمس حياة الناس معاناتهم أيضا بفترة زمنية قصيرة سنة واحدة فقط حقيقة الأمر هذا البرنامج الذي ظهر للساحة هو يدل على حالة لا ثالث لهما يأما هناك جهل كامل بالعملية السياسية وما يحتاج الشارع والحراك يأما الثانية الأصلاح هي عملية ضحك على الثقون وكسب الوقت وخداع للناس لأن الفكرة أساسا لهذه الوزارة كما قينا أنها وقتية لغرض تهيئة ضرب منائم إلى انتقابات قادمة أمدها في كل أعلى أحوال لا تجاوز العام أما أن يأتى ببرنامج بهذا الحجم وبهذه الكيفية هو وكيد السلساخ إلى برامج السابقة يكلف أحد الموظفين استنسخ هذا البرنامج ويقرأه هذا يضحك على الثقون هذه المهزلة أو هي عملية سرقة للوقت حتى يذهب باتجاههم أولهما إن مرر هذا القانون وهذه الآلية يصبح الجميع مرزم أمام الاتفاق الذي أبرم وأما أن يفشل تعاد الكرة ثانية ويؤتى بشخص بديل ثم يأتي بعده وتصحن أغنية الشعبية اللي بعده واللي بعده واللي بعده إذن هي مهزلة أكثر ما هي رؤى منطقية لخلاص العراق أو لإخراجه نعم دكتور مسموح دكتور رافع الفلاحي هذه الحكومة طبعا فشلها كما يؤكد المراقبون والمتابعون ومن ضمنهم دكتور قحطان خفاجي أنه هذا البرنامج غير قابل للتطبيق القضية عبارة عن الهدف كسب مزيد من الوقت ثم إذا فشلت جرب بحكومة أخرى واقع العراق مع تظاهرات الآن مع سخط شعبي يسمح بالتجريب مرة أخرى أبدا ما هي هذه واحدة من الكوارث اللي أكد عليها دكتور عبد الحميد والآن الدكتور قحطان أكدوا عليها لا يمكن قبول يعني هذا البرنامج غير واقعي غير منطقي والواقع الحال لا يمكن أن يقبل بهذا الوضع يعني هذه الثورة من خرجة خمسة أشهر والشباب كلها في الشوارع وقدموا كل هذه التضحيات لا يمكن أن يقبلوا بهذا الكلام الخارج عن المعنى غير منطقي غير مقبول غير مفهوم هم يعتقدون وهذه واحدة من يعني من غباء القوى السياسية التي في العراق أنها تعتقد أن الشعب مغيب فاقد للأهلية فاقد للعقل فاقد للرؤية فاقد للحسابات عندما يتحدثون بهكذا برنامج أبسط قضية مواطن البسيط العادي وهؤلاء الذين في الشوارع يعني أغلبهم طلاب جامعات وأساتذة ومختصين وكثير كلهم مجموعة من المثقفين وكثير منهم يعني طبقة مثقفة كبيرة فبالتالي سيذهبون للاقتصاد أبسط شيء الاقتصاد سيذهبون هذا البلد هناك آفة اسم الفساد تنخر فيه أنت هذا البرنامج اللي يتحدث عنه بالاقتصاد بالصناعة بالزراعة بالتجارة بالتربية بكل شيء هذا هذا يحتاج إلى غطاء مالي أنت لديك الآن يعني قبل أيام أقرأ أنه فقط العجز بالموازنة خلال من سنوات 2010 لغاية 2017 العجز سنوات هذه تغطية العجز بالموازنة استدانوا يعني طلبوا ديون حملوا العراق ديون 82 مليار و 600 مليون دولار فقط هذه اللي سد العجز بالموازنة الآن العجز بالموازنة العالية اللي مطروحة له 40 مليار دولار لدينا ديون أكثر من هم يتحدثون عن 130 مليار دولار النفط ما نمرهون إلى شركات هناك برامج غريبة عجيبة وديون عالية جدا البنك الدولي يقول أنوا جاوزتوا الخط الأحمر العراق في خطر الاقتصاد في خطر واقتصادنا منهار ليس هناك فكر اقتصادي ليس هناك سياسة اقتصادية هناك عشوائية طيب من أين ستأتي بالأموال لتأمين مظلة لتنفيذ كل هذه المشاريع الذي تحدث عنها هذه كذبة كبيرة يعني هذه حتى توفر لها أموال إذن من البداية أنت تعرف أنه هذا الرجل يكذب على الشعب فكيف بعد 15 سنة من المعاناة بعد 15 شهور من هذه الثورة وهذه التضحيات يأتون بشخص باتفاق هذه الكتلة السياسية من العملية السياسية ليكذب على الشعب مرة أخرى ويعيدوا تدوير هذه النفايات مرة أخرى ليقنعوا الشعب أن العرب تتحرك وأن الأمور ماضية إلى ما يريدونه لتحقيق أهدافهم وهم يريدون وطن ويريدون حياة ويريدون أحلام ويريدون كل شيء يعزز وطنيتهم ويعزز كيانهم ويعزز العراق كيف يمكن تأمين كل ذلك بالكذب والادعاء الباطل هذه كذبة كبيرة ولا يمكن القبول بها والشارع لن يقبل بها أبدا نعم دكتور عبد الحميد العاني أيضا من ضمن المفردات المهمة في برنامج حكومة علاوي قضية استعارة السيادة هيبة الدولة قضية السلاح حصر السلاح بيد الدولة يعني في ظل هذا الواقع الآن واقع الميليشيات عشرات الميليشيات تسيطر على الدولة وهي الحقيقة يعني صاحبة القول الفصل يستطيع الرجل خلال سنة أن يستعيد هيبة الدولة السيادة الوطنية ممكن إلى ما يستند ما هي القوة التي تسند ظهره يعني ربما من يستمع إلينا نناقش هذا الأمر نعم يعتقد أننا نناقشه بجد أنا أريد حقيقة أن نصل إلى الأخير أو كما يقول نجيبها من الآخر نعم لا يوجد برنامج حقيقي كله خداع في خداع كله قضية ضحك على الذقون كما عبر الدكتور قبل قليل دكتور قحطان يستطيع لا يستطيع هذا لو كانت هناك إرادة لا يريدون يريدون شيء واحد فقط وهو استمرار هذه الأحزاب في مناصبها استمرار العملية السياسية تمضي استمرار محافظة على المنتفعات التي حصلوا عليها وحصدوها من خلال هذه العملية السياسية على حساب آلام ومآسي الشعب العراقي لنضرب مثالا واحدا عبر الدكتور قبل قليل دكتور رافع حول الإمكانيات والموازنات ما هي الآليات لتحقيق هذا البرنامج فرضا لو جئنا إلى واحدة من هذه هناك طبعا لا يوجد آليات حقيقية آليات إما خيالية يعني لتحقيق شيء يذكر آليات غير موجودة ولا يمكن تحقيقها وخيالية أو ما يذكره من آليات هي غير متوفرة الآن وإنما يعد فيها ببند آخر يعني على سبيل المثال في قطاع الكهرباء يعد بأن هناك تحسين قطاع الكهرباء كيف؟ من ضمن الآليات والاعتماد على الغاز لما تأتي إلى قطاع الغاز يقول لك سأعمل على تحسين قطاع الغاز وما يستخرج من الغاز ومنع حرق الغاز المستهلك أو الزاد يعني إذن هو يبني شيء أو يعد بشيء على شيء مجهول غير موجود إذن حقيقة لا يوجد إمكانية ولا يوجد إرادة بالأساس لتحقيق مثل هذه الوعود الكاذبة هناك ضحك على الذقون هلالك خدعة كبيرة يراد منها كجزء من عملية مخادعتهم للشعب لضمان استمراريتهم ضمن اللعبة التي مارسوها منذ اليوم الأول ضد هؤلاء المتظاهرين في الساحات مع الحديد والنار مع القسوة مع الضرف بالقتل والاختطاف وغيرها مع هذا كله مع جرة الإذن كما عبر عنه أحدهم مقتل الصدر يعني أحد أحزاب السلطة لهو جزء منها لهو مسؤول عن هذه كلها مع هذا أيضا لعبة الخداع السياسي فهذه واحدة من الخداع السياسي الذي يمارسونه ضد الشعب العراقي جملة وتفصيلا دكتور قحطان الخفاجي في قائمة أسماء الوزراء التي نشرت أو سربت للتشكيلة الحكومية حكومة محمد علاوي هل وجدت في هذه الأسماء أنها فعلا أسماء كفاءات تكنقراط مستقلين غير حزبيين المعيار المعتمد في اختيارهم كان على سيرتهم المهنية أو العلمية أو الخدمية الخدمية يعني فترة خدمتهم في دوائر أو مؤسسات الدول العراقية فعلا يمكن أن يكونوا بهذا التوصيف تكنقراط مجرد تكنقراط لا أستاذ العزيز يعني أنا دائما أقول أن مجرد الحوار والنقاش وذهب إلى تقييم كابينة علاوي بحد ذاته وقوع بهاوي يعني أتذكر أو أرد على كلامك في رواية طرفة قالها أحد أهنى من الشياب الفلاحين الكباب السن قال يعني بمعناتها أنه ما ممكن يخرج جنة ريحة قداح من مزرحة فجل ما هي أساسا هو رئيس العملية هو علاوي واحد من الفاسدين من مزدوجيه جنسية من الذين سبق وأن كان عليهم مؤشرات كثيرة وبالتالي وجزء من الاحتلال ومظومة فاسدة دكتور كتب طلبا للسفارة البريطانية يطلب منهم سحب الجنسية أو يتنازل عن الجنسية البريطانية يعني والله الكريم أنا أتمنى شوية على الأقل يحترمون الناس بكذبتهم أو بالضحك علينا يخيرون شوية احترام أو كيبينا بعض من يفهم يا أخي أنت أولا هو الكتاب قرأت إذا كان إلى معروف أنه هامش رسمي أو بداية رسمية وينتهي بالوزير المكلف ما أنت مواطن بريطاني عادي كيف يصير هو رجل الزراع في دولة ثانية هذا أساسا مخالف إلى القانون البريطاني هذا واحد اثنين هكذا الطلب لا يقدم إلى سفارة يقدم إلى الداخلية البريطانية بريطانية ويقدم باسم الشخص المواطن البريطاني أو أكده بريطاني محمد توفيق حلاوي يصحب له جنسية ويأتي هذا ضحك على الناس اثنين أخي العزيز الجنسية هناك عراقين ما زالت جنسية عراقية ولكن ما زالت أولاهم هو أسوأ من المزدوجية الجنسية وأسوأ من الذي صاحب الجنسية الأصلية لدولة المغايرة يعني عملتها تفوع بالنتانة إذا المسألة مسألة أساسا مبدأ أنت بدأت بآلية خاطئة أنت معك إلى حزب مذهبي طائفي جئت مع احتلال عملت بعملية سياسية فاشلة كنت فاسد وبالتالي لا يمكن أن تنضج أو تمتج شيء إيجابي لماذا الذي أتى بك إلى هذا المنصب يملي عليك إملائته تحقد لا يعيد بعض الأشخاص السابقين ولكن من ضمن الجو العام من ضمن الإطار العام يأتي شخص بوجوه جديدة ولكن ولا أكثر إساءة هذه هي حقيقة المسكة الكبرى يعني أنا حتى أستصعب النقاش بهكذا الموضوع لأنه كمن يناقش مسألة مسلمة هي كافية أنا لا تحدث عن إيمان أبو لهب كيف يكون عاقب يتحدث أن أبو لهب آمن أو يؤمن فالله يسمى يسمى رب العزة بأنه غير آمن وفي مثال في النار هكذا علا هو مثل علا الحوار معهم هو نزول إلى الدرك أسفل نعم أشكرك دكتور نتوقف إذن مشاهدين الكرام عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار عن حكومة علاوي وبرنامجها الكبير بعد الفاصل نعود بقوا معنا يرجى من مشاهدي قناة الرافدين الفضائية استقبال بث القناة على مدار القمر نايل ساد وفق التردد 1-2-3-8-0 أفقي اهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة التي تبحث في برنامج حكومة محمد علاوي المرتقب أضيف الطاولة الدكتور رافع الفلاحي ودكتور عبد الحميد العاني وقحطان الخفاجي دكتور رافع الفلاحي منذ عام 2003 كل التشكيلات الحكومية وقوى العملية السياسية تشتم بالمحاصصة المحاصصة القومية والعرقية التي اعتمدت في التشكيلات من 2003 إلى اليوم وأنها كانت عامل رئيسي ومهم في هذا الفساد والانحطاط العام الذي أوصل البلد إلى هذا الوضع وكل الحكومات قبيلة تشكلها رئيسها يتعهد أنه سيأتي بمسؤولين ووزراء تكنقراط غير حزبيين غير مؤدلجين غير طائفيين أو إلى آخره لماذا لا ينفذون هذه الوعود ومنهم محمد علاوي قال الحكومة ستكون بعيدة عن المحاصصة وكفاءات لماذا لا يستطيع أن ينفذ هذا الوعد الكبير ربما أستاذ ماجد علي أن أكمل ما بدأ أخي الدكتور قحطان تحدث عنه أقول أنه قبل أيام كان أحد المتظاهرين الثوار يرفع لافتة في ساحة التحرير كتب عليها باللغة العراقية الشعبية البسيطة البغدادية قال إقالة رئيس الوزراء واستبدالها برئيس وزراء جديد هذا تغيير لرئيس الباتري إحنا طلابتنا بالمحرك وهذه الحقيقة تلخص كل القضية السؤال الذي يطرح نفسه إحنا مشكلتنا بالأشخاص لو مشكلتنا بالإطار السياسي بالنظام السياسي إحنا مشكلتنا بهذا الإطار السياسي هذا الإطار السياسي بخلل بنيوي هذه العملية السياسية من البداية بخلل بنيوي أنت تريد أن تأتي لي بمستقلين ويجيب لي مستقلين ويجيب لي ناس تقنقرار لكن هل يستطيعون أن يعملوا في هذا الإطار الذي هو مبني على المحاصص يشجع على الفساد ويشجع على القراب وكل أرضيته وكل مناخه وكل بيئته محاطة بالميليشيات والأحزاب والقوة التي تتقاسم كل شيء وتضغط بكل شيء ومن الخفير إلى نائب الوزير وهو سيصير وزير إلى نائب الوزير ذوله كلهم جايين بالمحاصص وتلا تستطيع أن تخرجهم وكلهم متهمين بالفساد ومتهمين بالقتل وأيديهم ملطخة بالدماء وبالأموال الحرام فكيف يمكن أن يعمل هذا التقنقراط هذا المستقيل هذا اللي عقليته مفتحة كيف يعمل في هذا الوسط أنت لديك مشكلة في الإطار إذا لم تزح هذا الإطار لا يمكن لو جبت معرف منه أنت تجيب لي أنشتاين ويعلم في بيئة من المعرف من المتخلي لا يمكن أن يعلمهم الرياضيات هي القضية ليست هذه قضية أن تأتي بإطار وطني إطار يسمح باشتغال المستقلين هو يعتمد على المستقلين يعتمد على الفكر يعتمد على الرؤية يعتمد على الإبداع هذا هي الحقيقة لكن أنت أتي لي وأنت يعني تتفاخر بأنك جئت لي بالمستقلين العراق مليون مستقلين وأنت عموما لم تأتي بالمستقلين يعني واحد مثلا من الوزراء اللي جايبهم محمد علاوان لارد يعني وحقيقة ما قال أخي الدكتور عبد الحميد وما قال الأخ الدكتور قحطان بأنه مناقشت هذا الموضوع ربما يعني نكتة أني ناقشة لكن مع ذلك يعني عندما يأتيني بوزير عام 1962 58 سنة لم يزر العراق لا يعرف العراق لا يعرف حتى بغداد وانتقع لا يعرف المحافظات العراقية لا يعرف أنت جايبه وزير ليقود وزارة من أهم الوزارات بفكرة وهو يمتلك أكثر من جنسية ويمتلك أكثر من ولاء وقضية غير شكل ومع ذلك لو كان الإطارة وطنيا وانت جايبه واحد بعقلية كبيرة عقلية علمية قدرات آئلة ممكن أن تمضي القضية بالصحيح ويمضي القطار لكن أنت تأتي لي بكل هؤلاء وتحدث عنهم أنهم مستقلين وهم غير مستقلين وهم تكنقراط ووطنيين وهم غير 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 تكنقراط وغير وطنيين وتأتي بهم في هذا الإطار الخرب لا يمكن قبول ذلك هذه القضية فعلا فيها محاولة لتدوير النفاة مرة أخرى مثل ما قال أخي دفتر عبد الحميد المهم المحافظة على العملية السياسية أن تبقى العملية السياسية قائمة هذا كل القضية كل اللعبة هذه التي جرت والذي ضغط بها مقتد الصدر وجاء من إيران ويهدد وسنحاصر الخضراء وهم يتحدثون عن ديمقراطية وحاصر الخضراء لماذا ديمقراطية ولماذا تحاصل خضراء ما أعرف يعني ذار رفض الشعب لازم نجعل هذا حتى تستمر هذه القضية ويساوها في كل شيء وما يقول لك وقت الانتخابات وشون رح ينفذ هذا البرنامج وشون يضحك على العالم وشون يقدم للشعب وهذا الشعب الثائر وين موقعه من كل هذا الكلام اللي يقدمه وين موقعه من كل هذه الأسماء اللي يقدم هذا الشعب اللي يقدم كل هذه التضحيات وهي الشباب اللي بفكرها ورؤيتها يعني صفنة الناس وعادت للعراق الروح وعادت للناس الوطنية والحياة والأمل في استعادة العراق أين موقعهم في كل هذا البرنامج لا وجود لهم الحقيقة هذه القضية عودة إلى التقاسم فيما بينهم وإقناعهم مجرد هذا القطار مع العملية السياسية ربما يعني خلوا بموسيقى وضعوا بموسيقى فقط لكي يغرون بأن نستمع إلى هذه الموسيقى والقطار يمضي لأهدافهم وليه على ذكر العملية السياسية دكتور عبد الحميد العاني أيضا الرجل تعهد محمد علاوي أن هذه الحكومة حكومة المقبلة إذا ما حازت على الثقة ستكون طاوية لحقبة وصفحة المحاصصة الطائفية التي اعتمدت في العراق منذ عام 2003 إلى اليوم والتي كانت واحدة من الأسباب الرئيسية في الحضيض الذي عليه العراق الآن المفارقة هناك من يجزم أن حكومة علاوي إذا ما مررت ستكون كأنها المسمار الأخير في نعش العملية السياسية يعني هذا النفس أو الرمق الأخير يعني الرجل تكلم كلام كبير أي صورتين ترجح الذي طوى المحاصصة الطائفية أو الطائفية ليس المحاصصة نعم الذي طوى الطائفية في العراق هو هذه الثورة بوعي شبابها فوأدوا الطائفية جماهريا وشعبويا نعم لكن حكوميا سياسيا ضمن العملية السياسية التي تحدث عنها الدكتور قبل قليل دكتور رافع ضمن هذا الإطار لا تزال هذه المحاصصة وأحد أهداف أو البرنامج الحقيقي لهذه حكومة علاوي المحافظة على هذه المحاصصة والدليل تفصيل النماء بدأه قبل قليل الدكتور رافع من سيوافق على هذه العملية على هذه الحكومة على فرضية إرادتها التغيير وإلى غير ذلك من سيوافق عليها أحزاب السلطة المقاعد البرلمانية الآن الموجودة التي تقاسمت بينها أحزاب السلطة هذه المقاعد السؤال هنا نسأل وهذا طبعا أسئلة كلها معرفة الجواب جماهريا هذه المقاعد حصلت عليها الأحزاب عندما دافعت أموالا للوصول إلى هذه المقاعد وتقاسمها فيما بينهم الآن من سيسدد أو هذه الأحزاب كيف ستسدد فاتورة هذه المقاعد أليس عن طريق هذه الوزارات التي ستأتي فإذن سيبقى الأمر محاصصة سيبقى القضية أنه هؤلاء يريدون من وراء هذه الحكومة من وراء هذه العملية من وراء المناصب يريدون أموالا وعقودا وصفقات بالمليارات على حساب مآسي الشعب العراقي الذي لم لا نرى هناك بارقة أمل لا في هذه الحكومة ولا أي شخص آخر يأتي وتأتي تكنقراط استقلال كلها قضايا وعناوين شكلية وإلا رأينا في حكومة عادل عبد المهدي قبل المستقيل الأخير رأينا أيضا وعدوا بالمستقلين ووعدوا بالتكنقراط وقدموا بعض الأسماء والنتيجة هي واحدة إذن هناك بون شاسع بينما تريده هذه الحكومات بهذا الإطار وبينما يريده الشعب العراقي جميعا نعم دكتور قحطان الخفاجي في بغداد أيضا ضمن البرنامج الحكومي هناك فقرة يعني أيضا مهمة وعد بها رئيس الحكومة المكلف وهو عملية التصدي للميليشيات والتنظيمات والجماعات المسلحة خارج إطار القانون في ظل هذا الواقع العراقي اليوم الميليشيات في العراق هي من ترفع وتخفض بيدها كل مفاصل الدولة العراقية مدنيا وعسكريا حتى قرار السلم والحرب بيد الميليشيات كيف سيتأتى للرجل أن يكبح جماح الميليشيات وطبعا شريكة في العملية السياسية قبل ثلاث أربعة أيام مسعود بارزاني أو قبل أسبوع ربما قال لا علاوي ولا غيره سيتمكن من عمل شيء في العراق في ظل وجود تنظيمات مسلحة غير منضبطة منفلتة والأهم أن أوامرها تأتي من خارج العراق هي غير مرتبطة بالدولة العراقية أصلا هذا أمر مسلم به بالعراق الكل يعرف أن الميليشيات في العراق تأتمر بأوامر إيران مباشرة وهم لم يخذ ذلك وقالوا عقاديا أننا مرتبطون في أولاة الفقه واحد أو اثنين تسليح كذلك مرتبطين بالجانب الإيراني الحراك الإقليمي لهم مرتبط بأجندات والتلتبات إيرانية وهناك دليل كثير يعتبر أن الذي حصل من عمليات عسكرية لعراقين في سوريا الحكومة قد قالت أن لا علاقة لها بذلك ولم توجه بهذا الاتجاه إذن الإرادة قوية وفعالة ومرتبطة بالخارج واحد اثنين البرزاني هو أيضا يمتلك ميليشيات مشابهة وانتجاهت بصيغة حرس الإقليم أو ما شابه ذلك القانون دائما يقول أما جيش وشرطة هي فقط التي تعد قوات رسمية وأي قوة أخرى لا تعد رسمية سيما هو إذا ترتبط بأحزاب الأخرى وبقوة خارجية أخرى عودة لسؤالك أنه هل بمقدور علاوي أن يغير هذا أمره أولا هي أساسا هذه ليست مهمة علاوي ولا مهمة أي حكومة مؤقتة حكومة مؤقتة حكومة تحيي الأجواء الملائمة الانتخابات القادمة بآليات مجددة أو معدلة أو مغيرة هذا هو واجبها ولكن هذا الطرح وعملية مغازلة إلى رأي الشارع وكأنما يبدو أن علاوي منطلق من الشارع وكما تصور أول وهله أنه يدعو التظاهرين أن يبقوا في الساحات ويؤيدوه ويدللون على صحته وعلم صحتهم أوهام نفسه أو راجعنيون نفسه أنه جزء من هذه الآلية والحمد لله وضع علىه كروس وعلى من الذي يأتي لاحقا أيضا سيضع كروس حسب ما هو واضح من خلال ما يتفضلون بالأخوان المتظاهرين عبر الشاشات الفضائية إذن علاوي قوله للهوى فقط ضحك على الزقون عملية كسب السدة من الشارع على ذكر دكتور على ذكر الضحك على الزقون دكتور هناك من يقول أن هذه الحكومة بالأصل جاءت لإنقاذ العملية السياسية وشركائها وليس لحلحلة أزمة العراق مع هذه التظاهرات المستمرة وإيقاف ما يمكن يعني الانحدار أو الانحطاط في العراق بالاتعاض من التجربة السابقة الفاشلة بكل المعايير التي استمرت من 2003 فعلا هذه الحكومة لإنقاذ الشركاء وليس لحل أزمة العراق نعم فعلا فعلا الانقاذ العملية السياسية نعم والذي يقول أكزارك أو يشك بأكزارك هو خالق هل هناك مؤشرات إمارات علامات على يعني على أقل الحد الأدنى من النجاح النجاح العلاو في مهمة لا نعم 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 غير لم ينجح نهائيا ولكن نحن نقول كمتابعين وكالتخطيط استراتيجي أن ما قامت به العملية السياسية ضمن أفكار البقاء على وجودها وبالاتجاه الصحيح ضمن أفكار البقاء لوجودها كيف أخذت حوالي شهر وأكثر يعد علاوي لحكمته سيصل نتيجة فيما بينهم وصلوا إلى شيء يتوقعون إيجابيا إذا لم يصل علاوي سيصار إلى تكليف شخص آخر وسيتم بالتأكيد التجاوز على ما يسمى الدستورة للمهزلة الذين يتجاوزوه كيفما يشاءون وبالتالي يأخذون مدة زمنية أخرى أكثر وبالتالي هكذا الأمور تذهب باتجاه استثمار وكتعلهم يراهنون على أن الشارع يعجز وتعود الثوار إلى أهاليهم ويتركوا الساحة للفاسدين أنا أقول هذه فعلا محاولة إنتاج الذات فعلا محاولة اللقاء على العملية السياسية وأنا واثق أن العملية السياسية ورموزها مستعدين أن يبيدوا الشعب العراقي ويقول أنا شخصيا اتصل بها أو التقى بها شخص مدير عام عن طريق الرئيس الوزراء عادل عبد المهدي بعده ومين من التظاهرات واتقيت وقلت له تفضل قال يسلم عليك بين قوسيا طبعا عادل عبد المهدي قال ما نتيجة وما الحل في رأيكم دكتور قلت له حلين لا ثالث لهم أما إبادة الشعب العراقي عن بكرة أبي وتبقون أنتم بالسلطة والذين أتابكم يهنأ بأموال عراق وأما أن تقسروا الطريق وتقرجوا بأقيد خسائر فما حصل نريد سعيد جسبي بعيد عنكم ذهب برسالتي وعلى ما يدو هم اختاروا الحل الأول لهم نيةهم أن يفيدوا الشعب العراقي أن يبقوا هم في السلطة ومن أتابكم نعم دكتور رافع الفلاحي على ذكر العملية السياسية كيف يبدو مستقبل العملية السياسية في المرحلة القادمة مع هذا الصخط الشعبي الهائل هذه التظاهرات الكبيرة الثقة ليس هناك من ثقة حتى القلة القليلة التي كانت ربما تحسن الظن بالتشكيلات الحكومية بأحزاب بقوى العملية السياسية في مرحلة سابقة الآن صفر بالكامل صفر بالكامل هذا المشروع كيف يبدو في المرحلة القادمة مستقبل العملية السياسية هذا المشروع وفرت له من عام 2003 ربما دعني أقول لغاية ثاني تظاهرات واحد تشريد وفرت له أغطية كثيرة أغطية أغطية أقليمية وأغطية دولية وأغطية داخلية ميليشياوية وحتى دينية يعني كانت أغطية دينية تغطي هذا وفكر وطائفية أعتقد أن الكثير من هذه الأغطية قد سقطت يعني هذه العملية السياسية قطار العملية السياسية أنا أعتقد الآن هو مكشوف يمضي على السكة في طريق مكشوف ومزروع بالألغام الشعب العراقي ما عاد سقطت الثقة كاملة بكل هذه الطبقة السياسية بكل أحزابها بكل قواها بكل ممثليها حتى من كان يعتقد أنهم يعني مثل مقدد الصدر يعني يقول يعني بشكل واضح من كان يعتقد أنه يعني يستطيع أن يلعب هذه اللعبة المزدوجة رجل هنا ورجل هنا ويلعب هنا ويلعب هنا هو مع الشعب ومع الموالات وهو مع المعارضة حتى هذه سقطت الآن الشعب لم يعد يثق بمسيرة هذه العملية السياسية بكل قواها فلذلك طريقهم ربما هم يستطيعون بالقتل بالسلب بالاستبداد بكل هذه القوة بالضغط هذا قد يستطيعون أن يمضي غطارهم لكن سيمضي بطريق متعرج بطريق خطر جدا ستنفجر عليهم الألغام لن يستطيعوا أن يمضوا بالطريق مثل ما كانوا سابقا بأرياحية يستطيعون التحرك داخل المجتمع داخل العراق بطريقة مؤمنة الآن حتى الغطاء الديني لهم الناس يعني استطاعت أن تجد فكرها وتنظر إليه بطريقة أخرى لا يمكن قبوله لا يمكن قبول بمسلمات هكذا بفتاوى هكذا بأحاديث تزكيات من طرف الفلاني والطرف الفلاني ما عادت مقبولة من الشعب نهائيا لذلك مستقبل العملية السياسية محفوف بالمخاطر لن يستطيعوا الاستمرار بها والشعب ماضي بثورته وحتى أن يقمعوا الثورة ستبقى وستعود من جديد وهذه المرة عودت ستكون قاصمة لهم تكسر ظهورهم هذه الحقيقة وهذا واقع الحال هكذا دكتور عبد الحميد تعتقد أن حكومة علاوي ستكون طاوية لمشروع الاحتلال للعملية السياسية وليست طاوية لحقبة المحاصصة الطائفية كما تعهد الرجل بل هي جزء من ضمن هذا المشروع ضمن العملية السياسية ضمن المشروع الاحتلال أقصد ستكون بداية الأفول لهذا المشروع ربما بشكل عملي نهائي حاسم ليس من داخلها وإنما من الخارج نعم طبعا العملية السياسية بالمناسبة هي يوم بعد يوم تمضي نحو هذه الهاوية وهذه النهاية التعيسة بسبب أن هناك تفتت داخل هذه الأحزاب فيما بينهم والصراع يتزايد والسبب الكبير في جشعهم واستمرارهم على هذا النهج لكن الفضل الأكبر هو يعود بعد الله سبحانه وتعالى للشباب لهذه الشريعة الشريحة الكبيرة التي قتلت هذه الطائفية وأحيت ولدت عندهم روح الثورة الثورة اليوم فكرة قد ولدت لدى شريحة كبيرة من أبناء الشعب العراقي خاصة الشباب طبعا هي موجودة عندها كثير من الشرائح لكن أهم شريحة من شرائح المجتمع الشباب قد ولدت عندهم هذه الفكرة حاولت أحزاب السلطة وعد هذه الفكرة في أيامها الأولى ولكنهم فشلوا بكل الأساليب ومنها القتل والقمع وإلى آخرها ففشلوا في ذلك فكرة الثورة اليوم فكرة الحرية فكرة الحكم حكم حكومة وطنية مشروع وطني بات اليوم مطلبا جماهيريا لا يمكن للشعب العراقي أن يتنازلوا عنه أو أن يتركوه وإن استطاعت هذه الأحزاب اليوم قمع الأجساد اليوم أجساد الثورة أقصد بالحديد والنار لكن لا يمكنها القضاء على هذه الفكرة التي باتت متجذرة لدى أبناء الشعب العراقي فالأمل قريب إن شاء الله تعالى بإنهاء هذه العملية هذه المشاريع وخلاص العراق وسيكون الخير إن شاء الله تعالى لعموم العراق وللمنطقة جميعا أشكرك بهذا مشاهدين الكرام نصم لصل إلى اختام هذه الحلقة التي بحثت وناقشت البرنامج الحكومي الكبير لحكومة محمد علاوي المرتقبة والتي قدمها أيضا أو أعلن عنها لم يتبقى لنا أن لا نشكر ضيوفنا هنا في الستوري الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي والدكتور عبد الحميد العاني الناتق الرسمي باسمهية علماء المسلمين في العراق وكان معنا من بغداد عبر سكايف أستاذ العلوم السياسية الدكتور قحطان الخفاج أشكركم أنتم أيضا وحتى نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله اشتركوا في القناة